رفض النائب اللواء جميل السيد الحلول المرحلية لأوضاع البقاع الإنمائية والخدمتية فرفع الصوت عالياً بعد اجتماع نواب المنطقة في مجلس النواب قالنا لهم بطرابلوس مثلاً محطة تكرير كلفت 100 مليون دولار من 2007 وخلصيت لحد اليوم تشتغل بطاقة 10% وبدأ إعادة تأهيل وقفت سنوات لأن المجارير اللي بدأت وصلة لمحطة ما وصلت بعد بجبال في محطة صارلة من 2008 خالصة محطة التكرير مش موصولة على المجاري مش موصولة لحد دلاء بدأ صيانة وإعادة تأهيل قال هلأ نحن ببيروت وقفين على تونال قدره مترين لتجميع كل مياه المجاري ببيروت على أساس بيوصل لأونيك لأن وصلوا ببيروت الغربية مثل ما بيقولوا ولا ببيروت الشرقية لأن وجدت محطة التكرير لما بمارح بالهرمي اللي بتقوم القيامة طبعا ناس بالمنطقة المحازية للحدود رفضين لحتى أنه تنعمل محطة التكرير حدهم شو سببوا هالرفض؟ أن الناس ليس لديها ثقة بكل بلاد العالم محطة التكرير مثل السالون بتفوت عليها بيقلك رح يجيبوا لمحطة بلا مجرور أو مجرور بلا محطة وإذا اشتغلوا اثنين ونسوا فيه سوق تشغيل راح المنطقة تبتلي وترجع تنضرب من جديد ليش هيدا النهج متكمل؟ ليش نفس الناس اللي التزموا قابل وشكيتوا عليهم هني ذاتوا ملازمينهم عن جديد ببعض مطاري مأسات بكل معنى الكلمة كل عملية صراحة وبلا مواربة مع حدا وما عم بحكي لما بيكون فيه شيء اسمه خدمات للناس ما في حليف ما في وزير صديق ووزير مش صديق تستاهل ثورة طريق دهر البيضاء بالشيء اللي صار فيها كناية بيجوا لعندك ناس ولك يا خي نحنا بنعرف بعضايا الطرقات وفي دول مستعدة تجي وفي شركات كبرى مستعدة تجي تعملكوا النفق من حد الجمهور أناطر زبيتي بنفذ بجديدة أو بمنطقة كسارة بزحلة عشر دقايق بتوصل على البقاع بيعملو لكم بقلبو ثلاث خطوط للسيارات روحة ثلاثة راجعة خط شحنات خطين سكة حديد من مرفق بيروت بتطلع فيها فيك تروح فيها ع الدول العربية تاخد القضية سنتين ما بتدفعشي الدولة بيقتي هاي بتصرف فخامة الرئيسي خياش هالدعوة بس مش لحدة اللي حيعملها بس نفق أنتو يا ناس معنية بتوقيت معين رح يكون مطلوب منكن بصراحة وعلن وعبقية كنايب مسؤول تنزلوا عبيوتهم مكاتبهم مش عالطرقات قطعوا عالطرقات على الناس متلكون رايحين يأكلوا يشربوا أما نائب رئيس المجلس النيابي للفرزلي فأعلن اتفاق الجميع على ضرورة الضغط على الوزرات المعنية لبد التالي البدء بتنفيذ قنوات الصرف الصحي اعتبارا من النبأ على المقلبين الشرقي والغربي للنهر التنصيق مع مجلس الماء والأعمار فيما يتعلق بقرود نهر الليطاني والصرف الصحي إعداد خطة مستدامة لتوفير التمويل السنوي المستدام لتشغيل محطات الصرف الصحي تأهيل المحطات الموجودة من إعاد واليمونة وزحلة وقبلح وبرليس وجبجنين وخامسا تنظيف نهر الليطاني والبحيرة ضمن برنامج زمني واضح ترجمة نانسي قنقر